أهلا بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي رحب قداسة البابا فرنسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية وتحدث في مقابلته التي ألقاها في ساحة القديس بولوس بالفاتيكان فقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبر لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفكونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بوتروس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأبو الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تكلم قداسة البابا اليوم على الشيخوخة في المزمور الواحد والسبعين وقال صلاة كبار السن الجميلة التي نجدها في المزمور الواحد والسبعين تشجعنا على التأمل في التوتر الشديد الذي يسود حالة الشيخوخة عندما نتذكر صعاب الحياة وبركاتها والتي تصبح امتحاناً للإيمان والرشائفين صاحب المسمور الكبير في السن يذكرنا أن محنة المسن تنجم عن موقف الآخرين منه قد يكون موقف خذلان له وابتعاد عنه وخداع له ومراوغته وترهيبه والإساءة إليها وحرمانه استقلاليته وسلامته حتى مسكنه هناك في الواقع من يستغل المسنين بألف طريقة والمجتمع مقصر في حمايتهم مجتمعنا متقدم في أمور لكنه غير متقدم في هذا المشال لذلك يجب على المجتمع بأسره أن يسرع في تجديد لتزامه لرعاية كبار السن صاحب المزمور الذي رأى في شيخوخته هزيمة وضع يأسه بين يدي الله وصلّة واكتشف من جديد ثقته بالله فالصلاة تجدد وعد أمانة الله وبركته في قلب كبير السن الذي يشهد على قوتها كبير السن ينبّهنا جميعاً أننا بحاجة بعضنا إلى بعض وأننا أولاً بحاجة إلى الله